من ريف دار عماعي مراسل أخبار الآن محمد الحوراني محمد مسى الخير إذن النجاح فيما اعتبره الجيش الحر بأنه أهمه السيطرة أو استعادة الحواجز والنقاط العسكرية ما الذي يجب أن نعرفه أيضا فيما يتعلق بأهمة أنجز في المرحلتين الأولى والثانية بمعركة الموت ولا المذلة وماذا نعرف عن المراحل المقبلة نعم ميسون أعلنت غرفة عمليات البلنيان المرصوص عن بدء مرحلة الثالثة من معركة الموت ولا المذلة بعد إعلانها عن انتهاء المرحلة الأولى والثانية التي كانت من أهم أهدافها تحرير كتل ومواقع وحواجز عسكرية كانت تتحصن فيها قوات النظام وراسية كتلة النجار وأيضا مسجد المنشية وأيضا نقاط أخرى وراسية نقطة الإرشادية التي اليوم هي منطلق المرحلة الثالثة في ضمن معركة الموت ولا المذلة التي أعلنت غرفة عمليات البلنيان المرصوص لرد على صد تقدم قوات النظام التي تحاول التقدم إلى هذا الحيوى وسيطر عليه بشكل كامل للوصول إلى جمهور كدرعا القديم اليوم بقت محاولات النظام فاشلة بعد معركة الموت ولا المذلة وهناك إنجازات كبيرة للثوار على أرض المعركة في أحياد رعا البلد تتزامن أيضا مع مليات قصف عنيفة من قبل الطائرات الروسية التي تساند قوات النظام والأسيما على بلدة نعيمة وأيضا نحياد رعا البلد وأيضا على مناطق أخرى كبصر الشام الجديد بالذكر أن ميسون أن الجيش الحر اليوم يخوض عدة معارك على عدة جبهات أحدها جبهة ضد النظام في حي المنشية والجبهات الأخرى ضد تنظيم داعش في منطقة حوض اليارموك الذي استغل معركة الثوار ضد النظام وانشغالهم بهذه المعركة حاول تقدم ليلة الأمس إلى نقاط جديدة كبلدة تسيل عفوا المدينة تسيل وأيضا بلدة جلين وأيضا السيطرة على تل إجموع الاستراتيجي اليوم الثوار يخوضون معارك على عدة محاور ما زالت المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة في بلدة تسيل وأيضا محيطة لجموع تمكن الثوار من خلالها ستقدم قوات تنظيم داعش في بلدة جلين وأعياد السيطرة على هذه البلدة شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات محمد الحوراني مراسل أخبار الآن من ريف دارعة